هذا وتحتل قضية التغيرات المناخية أولوية كبيرة لدى الدولة المصرية كما تواصل جهودها المستمرة في التعامل مع القضايا في هذا الأطار تشارك مصر في معتمر دولي بشأن المحيط في مدينة بغيست الفرنسي نتابع تقرير تالي تولي مصر اهتماما كبيرا بقضية التغيرات المناخية وتدرس تطوراتها على مصر أولا ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم ولهذا تشارك مصر في معتمر دولي بشأن المحيط في مدينة بغيست الفرنسية جهود مصر مستمرة في التعامل مع قضية تغير المناخ لذلك تكثف جهودها لمكافحة التلوث البحري والحفاظ على الثروات الطبيعية في إطار الاستعدادات للقمة المناخ كوب 27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية نهاية العام الحالي وفي إطار جهود مصر لمواجهة التلوث البيئي أكدت مصر أن البيئة البحرية شهدت في الأونات الأخيرة تزايدا ملحوظا في نسب التلوث بجميع أشكاله وخاصة التلوث البلاستيكي الذي يتضمن أنواعا لا تتحلل وتبقى لآلاف السنين حيث تقدر كميات المخلفات التي تصل إلى البحار والمحيطات بأكثر من عشرة ملايين طن سنوية تلوث البيئة البحرية جعل مصر تتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة هذه المشكلة البيئية على جميع المستويات حيث قامت مصر بتنفيذ العديد من الحملات التوعوية بأخطار مشكلة القمامة البحرية لمرتاد الشواطئ وكذلك الصيادون والعاملون في المواني الساحلية بالإضافة إلى حملة تنظيف الشواطئ التي يتم إجراؤها وانطلاقا من حرص القيادة السياسية على مناقشة قضية المناخ وطرحها أمام قادة دول العالم أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام قادة وزعماء العالم الجهود التي تبذلها مصر للحد من التغيرات المناخية وفقا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035 والتي تهدف للوصول بنسبة طاقة متجددة إلى 42 من مزيج الطاقة الوطني ويأتي دور مصر ممثلة عن القارة الأفريقية في مؤتمر المناخ السابع والعشرين بشرم الشيخ لتكون بمثابة بارقة أمل للدول الأفريقية وللكرة الأرضية سعيا إلى حفظ النظم الإيكولوجية البحرية ومصيد الأسماك المستدامة ومكافحة التلوث ولا سيما ذلك الناجمة عن البلاستيك والتصدي لآثار تغير المناخ وترويج إدارة أفضل للمحيطة ترجمة نانسي قنقر